أصدقائي وأعزائي مبسوط أكون معكم مرة تانية حتى نبدأ مع بعض رحلة جديدة عبر منصة إدراك لكن هاي الرحلة مش زي أي رحلة رحلة بتبدأ بالتأثير وبتنتهي بالتغيير التغيير الإيجابي اللي بيحدث فرق إلو معنى في الحياة وعلى كافة الأصعدة هي رحلة القيادة القيادة اللي بتتضمن إدارة صحيحة للأفراد وللأشياء معكم سهيل جعاني شريك مؤسس لشركة بيتر بيزنس ورئيس التعلم وتطوير رأس المال البشري وبتمنى أكون ضيفكم في أجزاء هذا المساق اللي بتمنى أنه يثري البعد الإداري والبعد القيادي عندكم ويزيد من تأثيركم الإيجابي على اللي حواليكم في المجتمع وتحققوا نتائج مبهرة بتتمنوها في حياتكم بداية خلينا نعمل هذا التمرين مع بعض لو سمحتوا تجيبوا ورقة أو ألم وترسموا عليها طاولة مستطيلة وخلينا نحط على كل طرف من الطاولة ست مقاعد هاي الطاولة بتمثل حياتك والكراسي هم مقاعد مجلس ومناء وإدارة حياتك بحقلك تختار ست أشخاص وتجلسهم في مجلس حياتك أنا متأكد إنك رح تختار الناس اللي قلهم أو كان قلهم أكبر الأثر الإيجابي عليك ناس دعموك في مسار حياتك بتستمد منهم قوة وإلهام بتتعلم منهم دروس جديدة ممكن تختار أشخاص أحياء اشتغلت معهم أو لسه بتشتغل معهم ممكن يكونوا من المدرسة أو الجامعة من الأصدقاء أو من الغرباء اللي بتعرفهم من العائلة المصغرة أو من العائلة الموسعة كمان ممكن يكونوا أشخاص من التاريخ لكن أثرهم ما زال موجود ممكن يكونوا أبطال قصص وروايات إلى آخره ما في سقف وما في حدود اكتب اسم كل شخص على كل مقعد مع سبب الاختيار وبرجع لكم بعد شوي بإمكانكم تشاركوني أعضاء مجلس حياتكم على منتدى النقاش مع ذكر صفة أو صفتين لكل شخص أنتو اخترتوه اسمحوا لي أقدم لكم أعضاء مجلس حياتي أنا أول إشي والدتي هي متوفة لكني تعلمت منها الحكمة في التعامل مع المقاومين هدوء البال زوجتي زوجتي بتعلم منها بذل الجهد الدقوب في تحقيق أهداف بترتقي بحياتي للأعلى مرشدي في العمل الإذاعي السيد شهين اللي علمني اللغة العربية بصحتها وخلاني أعشقها وأسعى لاحترافها مديري السابق في عملي كطبيب أسنان الدكتور حددين تعلمت منه أسلوب الأب القيادي بحب كمان جبران خليل جبران هو إلهامي في التطلع للحياة بمناظير مختلفة غير اللي تعلمتها بالشكل العادي ومارتين لوثر كينغ جونيور اللي بتمنى أني أتعلم منه القتال والموت من أجل ما أؤمن فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر